وعندما مشى من جبل أو على جبل الزيتون وهو نازل في منطقة تسمى كنيسة يسوع الباكي في منطقة ينظر إلى أورشاليم إلى المدينة المقدسة المدينة القديمة وينظر أيضا إلى الهيكل قبل هذا الوقت يسوع رث أورشاليم وقال أورشاليم يا أورشاليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع ادجاجة فراخها ولم تريدي هو ذا يترك لكم بيتكم خرابا وفي هذه المرة يسوع وهو داخل أورشاليم يقف مرة أخرى خلال هذا الفرح والهتاف والدخول الانتصاري وهو عالم بكل شيء نظر إلى المدينة المتمردة إلى المدينة العاصية إلى المدينة التي لم يكن عندها إيمان والجهل وعدم النضوج هذه المدينة التي هتفت له يبكي عليها ويرثي ويقول لو علمت ما هو لسلامك رئيس السلام يدخل أورشاليم المفروض تكون مدينة السلام لكنها لم تعلم ما هو لسلامها لأن رئيس السلام إله السلام رب السلام ملك السلام يدخل أورشاليم مدينة السلام لكنها لم تعلم ما هو لسلامها ويواصل حديثه في إنجيل لوقة إصحاح 19 يقول لأنك لم تعرف زمان افتقادك فالمشكلة كانت مشكلة الجهل والعمى الروحي وطبعا يكفى أن قول الفرسيين وقادة الدنيين كان عندهم حسد وكرهية تجاه الرب يسوع لأنه هاجم ممارسات التدين الخارجي مظاهن التدين الخارجي والمسيح هاجم فكرة المراءة كان دائما يستخدم عبارة يا مراءة يعني الشخص اللي بمثل بيلعب دورين وعدم الإيمان لهذه المدينة المسيح يرثي حال أورشاليم ويكرر نفس النبوة التي قالها من قبل عن أورشاليم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا وهو عالم بكل الأحداث وبطريقة رمزية عندما دخل أورشاليم طهر الهيكل وهو عالم ما سيحدث للهيكل المسيح النبي يتنبأ على أورشاليم أورشاليم العاصية وقال لهذه المدينة أنها ستهدم لا يبقى حجر على حجر هذه النبوة تمت سنة سبعين ميلادي عندما أخيرا دخل طيطس الحاكم الروماني القائد الروماني حرق الأبواب هدم الأصوار دخل أورشاليم دمر المدينة تدميرا كاملا وشاملا لم يبقى حجر على حجر في هذه المدينة ومن النقمة وبسبب كراهيتهم لليهود هدموا الهيكل الذي كان يعتبر أجمل مبنى في العالم كان اعتقاد اليهود أن كل الدني ستخرب مع هذا الهيكل لكن نبوة المسيح تمت في أقل من أربعين سنة إذ هدم الهيكل لم يبقى حجر على حجر أشعلوا النيران في هذه الهيكل حتى يأخذوا الذهب التي كانت تغشي الحجارة وتمت نبوة المسيح مئات من الآلاف الذين قتلوا ألاف الذين علقوا على الصلبان ومئات الألاف الذين سبيوا وتركوا المدينة لأنها دمرت تدميرا كاملا حاول شخص في سنة 132 ميلادي اسمه باركوخفا أنه يقوم في مظاهرة أخرى لكن الرومان أقمع هذه المظاهرة وقادوا على مظاهرة باركوخفا وقتلوا أكثر من 450 ألف شخص عدى عن الآلاف التي علقت على الصلبان وحتى غيروا اسم المدينة من أورشليم إلى إليا كابتولينا لحديت الملك قسطنطين فتمت نبوة المسيح بالتطقيق بالتفصيل وهذا اندل على الشيء بدل أنه العالم بكل شيء وأنه القادر على كل شيء وأنه أعطى فرصة لأورشليم بل أعطاها فرص كثيرة وهذا نبوة المسيح تمت بحذافيرها 100% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر